الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هاباه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه قذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة غمر وإذا كلم الناس فكأن ما يجنون من كلامه أحلى ثمر اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله إني موسيكم ونفسيا بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين وَعْلَمُوا أَنَّ مَنِتَّقَ اللَّهَ عَاشَجَوِيَا وَسَارَ فِي بِلَادِ اللَّهِ آمِنَا وَأَنَّ مَنْضَيَعَتْ تَقْوَى وَأَحْمَلَ أَمْرَهَا تَغَشَتْهُ فِي الْعُقْبَى فُنُونٌ نَدَامَتِي معاشر المسلمين رحمكم الله Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketagwaan kita kepada Allah SWT tagwa di dalam menjalankan dan mendahulukan serta menjunjung tinggi segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah SWT ayuhal ibad manusia yang paling bertagwa adalah Nabi kita Muhammad SAW wa'ala alihi wa sahbihi wa salam yang terpancar cahayanya di bulan kita yang saat ini berada di dalamnya yang mana Nabi kita Muhammad SAW wa'ala alihi wa sahbihi wa salam adalah manusia yang paling mulia manusia yang paling istimewa manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT sehingga siapapun dari hamba Allah yang ingin mendapatkan cintanya Allah SWT harus melalui pintunya Nabi kita Muhammad SAW ayuhal ibad untuk mendapatkan cintanya Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT tidak ada cara yang paling tepat melainkan dengan kita benar-benar mutabaah kepada Nabi kita Muhammad SAW wa'ala alihi wa sahbihi wa salam sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan di dalam firmannya قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ katakan wahai Muhammad jika kalian benar-benar mencintai Allah SWT maka ikutilah aku kata Nabi Muhammad maka ketika kita benar-benar menteladani Nabi Muhammad baik dari segi perkataan ataupun perbuatan dan segala keadaan kita maka jawaban dari itu semua adalah يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ Allah akan memberikan cintanya kepada setiap orang yang benar-benar menteladani Nabi Muhammad SAW يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ Allah akan mencintai kalian وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ dan segala dosa kalian akan diampuni oleh Allah SWT alangkah mulianya Nabi kita Muhammad SAW Allah jadikan beliau وَسِيطَةُ الْعُظْمَةُ dan وَسِيلَةُ الْعُظْمَةُ untuk mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah SWT dari karenanya ayyuhal ibad hendaknya kita benar-benar mengintrosfeksi diri kita sejauh ini seberapa sunnah yang telah kita lakukan dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW setiap ucapan kita setiap perkataan yang keluar dari lisan kita setiap perbuatan yang kita lakukan sudah kahdistan وَأَمِرًا لَهُمْ تَكْرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَتَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى لِسَيْنَا مُحَمَّدُ كَمَ صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى سَيْنَا إِبْرَاهِيمًا سيدنا عثمان بن عفان وَعَلَى أَخِرْنَ بِالْمُصْطَفَى وَبْنِ عَمِّهِ وَلِيِّهِ وَبَابِ مَدِنَةِ عِلْمِهِ إِمَامِ أَهْلِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مِرِ الْمُؤْمِنِينَ سيدنا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَلَى سَيْرِ أَصْحَابِ نَبِيكَ الْكَرِيمُ مَنْ تَبِعْهُمْ بِأَيْسَانٍ لَا يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَيْنَا مَعْهُمَّ فِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحْمَ الرَّاحِمِينَ اللهم اغْفِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَادِ اللهم عَافِنَا وَالْتُفْبِنَا وَحْفَظْنَا وَنْصُرْنَا وَرْحَمْنَا وَانْظُرْنَا وَفَرِجْ عَلْنَا وَالْمُسْلِمِينَ اللهم اغْفِرْنَا وَإِيَّهُمْ جَمِئًا شَرَّ مَصَائِبِ الدُّنِيَا وَالْدِينَ اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلقنا وأهلق من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلحنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين اللهم إنا نسألك يا ربنا من خير ما أسألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شري مستعذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المسلعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا إلى يوم الدين اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله مرد بثلاثنها أن ثلاث إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِذِ الْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ يَعْتِكُمْ وَالَذِكُرُوا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ قِيمِ السَّلَةِ